إذا تم المرحلة الأولى وهي مرحلة أولى من الاتفاق بالإفراج عن 50 من النساء والأطفال الموجودين الأسرة لدى الجانب الفلسطيني مقابل 150 فلسطيني في السجون الإسرائيلية هل برأي حضرتك ده حيدفع أهالي باقي الأسرة من الجانب الإسرائيلي للضغط يعني هو مدام دخلنا في عملية تفاوضية للتبادل الأسرة فده سيقصر من أمد الحرب وسوف يزيد من الضغط الداخلي لأن أهالي الباقين إذا رأوا أن هناك من أفرج عنهم وأنهم ما زالوا حتى الآن مرتهنين داخل قطاع غزة يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية أكثر أتفق معك تماما أن هذه العملية الجزئية إذا نجحت إن شاء الله ستولد زخما جديدا كما ذكرت بالضبط أن أهالي بقية الأسرة والرهائن سيقولون ولماذا لسنا نحن أيضا وبالتالي تستمر العملية أيضا الضغط الخارجي سوف يستمر وبالتالي الأمل في سيناريو هو غير مؤكد لكنه وارد الأمل في سيناريو أنه إذا نجحت المرحلة الأولى فلابد أنه ستتلوها مراحل وطبعا إذا تصورنا أن هذه العملية ستستغرق مثلا شهرا أو أكثر سيصبح من الصعوبة بمكان أنه تستمر عمليات القصف الهامجي الوحشي ومسألة بقى الدعاوي بتاعت اجتفاف حماس والقضاء على مش عارف وكل حمساوي يجب أن يموت وكل هذا الكلام الفارغ أتصور أنه ربما يكون هناك تفكير جديد في المسألة برمته ولكن الفندم خرج بن يمين نتنياهو وأيضا خرج وزير الدفاع الإسرائيلي وتحدث عن أنه هذه الهدنة وإن توصلوا الاتفاق أو إن تم التأكيد على التوصل لهذا الاتفاق هذا لا ينفي إتمام العملية العسكرية وأن العملية العسكرية مستمرة في قطاع غزة وما إلى ذلك فحضرتك بتشوف هذه التصريحات إزاي شو في حضرتك هو لو لاحظنا تصريحات القادة الإسرائيلي منذ البداية سنلاحظ أنها كانت بالغة الغرور وبالغة التشدد يعني اجتفاف حماس انتقامنا سيكون مروعا وسيغير الشرق الأوسط يعني لم يحدث أي شيء مما تحدثوا عنه وبالتالي هم يقولون هذا بس أنا بتصور هما لم يحققوا أهدفهم يا فندم بس هما بالفعل يعني إن كان الحديث عن قطع الكهرباء والميا والغذاء والوقود بالفعل هما عملوا ده تحدثوا عن توغل بري بالفعل حصل ده آه ما قدروا الشحاء وأهدفهم ده حقيقي ولكن هذا التهديد بالفعل هما عموا به صحيح ولكنهم لم يحققوا أي إنجاز استراتيجي اللهم إلا تدمير المنازل وقتل آلاف الغزاويين وبالتالي هي الفكرة أنهم يقولون وكأنها عملية ميكانيكية سنفرج عن الأسرة ثم نستأنف قتلكم طبعا هذه العملية واردة أنا لا أقول أنها مستحيلة إنما أتصور أن هذه العملية ستولد زخما جديدا أنه مزيد من الضغوط داخل إسرائيل مزيد من الضغوط الخارجية على القادة الإسرائيليين بحيث أنه نأمل أنه لا يعودوا إلى مكانوا عليه طبعا إذا عادوا فالمقاومة موجودة وصمدت وكبدتهم خسائر فادحة طبعا